ازايكم يا شباب؟ جالي كومنت غريب وانا بتفرج على فيلم إبراهيم اللابيض واحب بيقولي البلطاجة حلوة قوي للسقة بس لما محمد رمضان بيعملها بتصيحه مجدبش عليك الكومنت فعلا استفزني جدا لان فعلا في ناس شايفة ان إبراهيم اللابيض زي عبد موتة بالزبط اللي اتنين بلطاجة على الرغم من ان الفيلمين بعاد عن بعض جدا في كل حاجة فتعال كده اوريك الفرق ما بينهم بس قبل ما ابدأ احبا بابتدي بكوت او حاجة قالها فيلم جامد جدا في قناته عجبتني جدا بتلخص الليلة اللي انا هتكلم فيها كلها محمد رمضان عايش دور البلطاجة ده الفرق احمد السقق عمل دور البلطاجة وعايش دور صاحب صاحب واخوه هو اجدع واحد في الدنيا والحاجات اللي انا اعرف هنا قليل ديان كده هنقسم المقارنة الاربع اجزاء جزء التمثيل وجزء الاخراج وجزء الموسيقى وجزء القصة وهناخد كل جزء الوحف فيلم ابراهيم اللبيض من بطولة احمد السقق ومحمود عبدالعزيز العملاق كشرير وادوار مساعدة هند صبري وعمرو واكد احمد السقق في الفيلم ده جسد دور البلطاجي بجد هو ما كانش عنده اي نية من الاول انه يكون بطل كان واحد قلبه ميت مش باقي على حاجة ما عندوش منع انه يعزب ويقتل ويعور كمفترس في البيئة اللي تولد فيها لان البيئة دي هي اللي فرضت علي ده هو ده الطريق الوحيد اللي كان يعرفه محدش كان بيغيره او بيعرفه حياة احساب من اللي كان عايش فيها بان جدا انه ضحي بيقته هو بيحب هند صبري بانت من جوا مشاعره تعبيرات وشه معاها كانت مختلفة كان قادر يجسد الضعف والحنان قادر برضو يوريك قصوته وهو بيقتل العربوية ويواجه ولاد الحج زرزور شفنا تعبيرات وشه وصاحب عمره بيخونه واحد عارف انه بيتخانه من تمثيله بس من غير ما يوريك اي حاجة قادر يوريك قد ايه هو مستسلم لقدره ووصل لمرحلة انه خلاص ما بقاش عنده اي حاجة ييش علشانها بعد اما هند صبري خانته وسرقت دهب امه واتجوزت الحج زرزور وصاحبه خانه ما قامش هرب ولا قوم هو في الحتة دي بيوريك قد ايه هو تعبان بمجرد نظرته للسماء لكنه بيقوله انه خلاص كده اكتفى باللي شافه وعايز يرتاح اخيرا وما فيش غير الموت هيريحه على النقيد الاخر محمد رمضان محمد رمضان في عبده موته هو الشبح البلطاجي اللي ما بيخافش اللي قلبه ميت اللي حياته عبثية شخصية سنائية الابعاد بلطاجي بدون اي تعقيد او جوانب جواد حاسسك بضعفه او انه طيب محمد رمضان طول الفيلم بيحاسسك ان البلطاجي ده المفروض نتعاطف معاه لانه بطل القصة مش عشان هو من جواه طيب وبيعمل بالمطوح حركات البلطاجية كده وهو بيعور الناس حرفيا كان بيلمع دور البلطاجي مش بيجسده بمعنى انه بيقولك انه بتمثيله ده البلطاجة دي حاجة روشة لازم نعملها او نتقبلها لان البلطاجي شبح وسيجمة وجامد نخش على عشار القصة دي معاك في ابراهيم اللبيض الملك زرزوري اللي بيقوم بدوره لاملاق العبكري محمود عبدالعزيز وفي عبده موته معاك الممثل سيد رجب ومع كامل احترامي لسيد رجب بس بالله عليك يا اخي في مقارنة؟ بيعني سيد رجب في فيلم عبده موته هو هو سيد رجب في مسلسل نصر الصعيد الراجل يا اخوانا موجود عشان يلمع عبده موته ويخلق هدف يخلي البطل اقوى ويبان جامد وهو بيحربه سيد رجب تمثيله اداءه كان عادي جدا بالعكس كان متوسط اي ممثل يقدر يقوم بدوره وده لان دوره اصلا مش معقد ولا بيطلب من ان الممثل يبدأ شرير زي ما بيقول الكتاب اللي هو انا شرير وخلاص لازم يكون في القصة حد شرير على الناحية التانية بقى معلم معاك محمود عبدالعزيز واحد من عتولة التمثيل حقود تمثيل حرفيا شخصيته عشان كانت مكتوبة حلوة اوي ادت فرصة للممثل انه يبدأ ومن وقت حضور محمود عبدالعزيز على الشاشة وهو بيخطف كل مشهب بيظهر فيه كارزمة جبارة حضور طاغي تعبيرات وشه هو اه بيكلم السقة وصبيانه حواليه كده تديك فيب جود فاظر كده فيتو كليوني كده وهو بيكلم رجالته في اول فيلم جود فاظر وطريقة مشيته كده وهو داخل عليهم وحركات جسمه بتقول انه الملك نظرات عينه تحس انه كده بيبرق لروحك وبيقدر يقراك حرفيا بدون ما تنتق اي كلمة طريقته حتى وهو بيتكلم وبيحرك بقه مدروسة بعناية عشان تزود من رهبته وهبته هو مش بس جسد الشخصية بقوتها وهبتها لما حاب يوريك ضعفه اجبارك بتمثيله انك تتعاطف معاه حرفيا اللي هو لما سابته هند صبري او حورية وراح التنين في سرير السقة كان قاعد على الكرسي وعلى وشه علامات الحزن واليأس لكنه راجل عجوز تخلى عنه ولاده وراموه في دار المسنين وهو مش بييده اي حاجة غير انه يتقبل مصيره ووريك برضو غضبه لما قتل ابنه وامر بقتل السقة ووريك شغفه وحبه الهند صبري وهو كده بيرائبها من بيته وهي بتتحرك في الشارع زي المراهك اللي بيرائب بنت الجران ما عندوش الجرأة يكلمها لانه عارف انها مش عايزاه فاعتقد انه مفيش مقارنة نهائمة بين سيد رجب ومحمود عبدالعزيز عندك بقى هند صبري في فيلم إبراهيم اللبيض وحورية فرغالي في فيلم عبدو موتا حورية فرغالي دورها في عبدو موتا برضو مألوف ومش مؤكد ومش بيطلب أي إبداع بنت بتحب البطل وعايزة تغيره غلبانة وطيبة وموجودة لان لازم يكون فيه قصة حب من أي نوع في الفيلم بزمتك ودينك كم فيلم شفته كده عبارة عن بطل متهور وفاسد ماشي في طريق غلط وبنت بتحاول تغيره لول الموضوع اصلا من كتر ما هو مبتزل اتحول لميم في الحقيقة بتلاقي بنات بترتبط بأولاد حياتهم بايزة عشان تغيرهم الخير طبعا عندك الرا قصة دينا اللي بيجيبوها حرفيا كل فيلم لزوم الإغراء ورحاب الجمل أخت عبدو موتى الكيادة الحقودة اللي كل ما محمد رمضان يمثل معها يديها ألمين عشان تفوه زي ما حصل كده هنا وضربها وضربها برضو في مسلسل البرينس الشخصيات النسائية كلها في عبدو موتى مبتزلة ومكررة ومملة نشوف كده بقى معلم هند صبري في فيلم إبراهيم اللبيض تخيل معي ان هند صبري أصلا تونسية وقدرت حرفيا تمثل دور بنت مصرية من الحوارات الشعبية أحسن من كل الممثلات المصريين ما كانتش مجرب بنت عايزة تغير بطل لا دي كانت مشاركة البطل في القصة ند بن دمثلها قوي ودورها كبنت البيئة علمتها انها ماينفعش تقبض عيفة وده خلها أقوى ما بنش ضعفها غير مع حبيبها بس طول الوقت بتلعب دور البنت اللي محدش يقدر يوصلها غير بمزاجها شخصيتها ليها أبعاد ومعقدة فوق ما تتخيل دي حرفيا بتحب واحد أمها قتلت أبوه وهو قتل أبوها وعلى الرغم من إن علاقتهم مستحيلة ولكن بان حبها وخوفها عليه في النهاية لما اختارت إنها تموت جنبه بدل ما تعيش مع الملك زرزور آخر بقى شخصيتين معانا يا معلم عمرو واكد أو عشري صاحب إبراهيم اللبيض وشادي خلف صاحب عبدو موتا المضحك في الموضوع ده إن شادي خلف طول الفيلم في عبدو موتا كان حرفيا بيقلد عمرو واكد في إبراهيم اللبيض بيحاول يمثل زيه يبان صاحب صاحبه وجدع أقسم بالله واخده كابي بيست بيقلد كل حاجة كان بيعملها حتى طريقته وكلامه فطلع تمثيل كرينج ومزري ومكرر بشكل غريب عمرو واكد بقى مش أتكلم عنه كتير يكفيني إنه أقولك إنه ممثل من العيار التيل وأتقن الدور حلو جدا ودلوقتي ما شاء الله عليه راجل عالمي بيمثل في هولوود بيموس اسكاللت جوهانسون وصنع اسم كبير ليه في هولوود ومشاء الله شخال حلو اتفرجوه على مسلسل رامي يا أخوانا هيجبكم جدا دعلا بقى نخش على القصة والإخراج يا معلم فيلم إبراهيم اللابيات ده مش فيلم ده حرفيا ملحمة ملحمة ببطل شعبي بيقوم وبيقع وبيقوم تاني وكأي ملحمة لازم تكون نهايته مأساوية نهاية صادمة أشهرك زي ما قلت قبل كده الفيلم ده مش فيلم بلطجة الفيلم المحرك الأساسي ليه هو الحب ده حتى أول حاجة كتبت في المقدمة قبل الفيلم مساكين أهل العشق حتى قبرهم عليها طراب الزل بين المقابر فهو عنوانه الأساسي كان الحب الحب اللي حرق كل شخصيات قصتنا حب إبراهيم اللابيض لحورية لدرجة انه هرب من الاسم مخصوص عشان يقابلها رغم انه عارف انه مش هيلحقها بس حبه ليه يخليه خاطر بحياته علشانها حب حورية لإبراهيم وعيشها ليه لدرجة انها لما عرفت انه قتل أبوها حبها ليه موقفش واختارت تبعد وتتجوز الملك زرزور على شرط انه ما يلمسهش طول جوازهم حرفيا واختارت كمان انها تموت جنبه في نهاية الفيلم على انها تعيش الحياة دي من غيره حتى لو هو مش معها فهي راضية تعيش طالما هو عيش حب الملك زرزور لحورية اللي كان بيريبها زي العيال الصغيرة وهي طالعة من البيت ورغم انه حرفيا ملك منطقته وقلبه ميت بس لما ثابته قبان على وشه اليأس والحزن لكنك خدت جزء من روحه دمرت كرامته وسوتها بالطراب ومع ذلك لسه بيحبها عارف برضو انها مش عايزها وعمر ما هيلمسها بس لمجرد انه يشوفها او ينام جنبها او يشم ريحتها ده مخليه يفرح زي الاطفال حبه خليه يقتل ابنه بدم بارك جدا لما خانه بس هي لما خانته قتلها عيط زي العيال حب عمر واكد او عشري صاحب صاحبه لابراهيم حبه ده اللي مخليه يعايش اصلا في الاول وفي الاخر ده مدمن وبيشرب مخدرات وحتى لما خان صاحبه قرر انه ينتحر وفشل عارف قرر ينتحر ليه مش عشان بيحب صاحبه بس لا علشان عشري ملوش اي معنى في حياته غير انه صاحب صاحبه الجملة دي تكررت كتير جدا طول الفيلم عشان يبين لك انه من غير صاحبه ولا حاجة الحاجة الوحيدة النظيفة وليها معنى انه صاحب صاحبه فلما تاخد منه ده هيئيش ليه اصلا ايه لازمتها ايه هدفه في الحياة المخرج مروان حامد بالغ جدا في العنف والدموية يا اخوانا عشان يبرز الحب الحب هو الحاجة الوحيدة اللي ليها معنى في الفيلم ورغم ان حبهم ملوس ومستحيل الا ان ده الهدف الوحيد اللي عايشين علشانه حتى في احقر المناطق واسوأ انواع البشر فانت تقدر تاخد منهم انسانيتهم تقدر تاخد برائتهم تاخد حتى حياتهم بس مش اتعرف ابدا تاخد منهم الحب السيناريو والحوار عظم يا اخوانا كل كلمة كانت بتطلع من الملك زرزور كانت بتوريك قد ايه هو حكيم قد ايه هو من السهل ان الحياة فشخته وبقى عنده القدرة انه يقرى اللي قدامه بعينه من غير كلمة يعني مثلا بعد امحمد الساقة تخانق مع واحد من ولاده قال له كده لو في نخلة فرعة في حش بيتك قدرها مادة تقطعها على طول ولا تستنى بلاحها الاول وبعدها تقطعها في نهاية الفيلم لما بنشوف هند صبري بتحاول تهرب عشان تحاول تنقذ ابراهيم منه بنشوف نخلة وراها وده فورشادو او ايحاء ان هي النخلة دي اللي تكلم عنها الملك زرزور في الاول وجي الوقت ان المعلم زرزور دلوقتي انه يشيلها من قدرها وفعلا قتالها في اخر الفيلم او مثلا لما تكلم عن حصانه او المهرة بتاعته وقال ان المهرة دي كانت اغلى مهرة في المنطقة ولما كبرت حالها الضهور وبقت تجر كره وبنشوف حرفية لما حورية خانته قاعد جنب مهرته اكن المخرج بيقولنا انه بقى زيه زيها ملك عظيم وشخص ليه هبة ودلوقتي مقصور لا حول له ولا قوة حتى برضو لما عشري خان صاحبه بنشوفهم هما اللي كنين قاعدين على القهوة وقدامهم مراية ولو تلاحظ هتلاقي شرخ في المراية اكن صداقتهم اتشرخت غير انعكاسهم بيوريك الوجه الحقيقي ليهم عشري الخين وابراهيم اللي عارف انه خانه بس مش قادر يقوم او يعاتب ووصل لمرحلة من التعب خليته يقول جملته الايكونية بمنتهى الضعف بعتني مكامة صاحب او حتى اول مرة هند صابري قابلت فيها ابراهيم كان وراها مكتوب على الحيطة لوحة مكتوب فيها ملك الملك زرزور لكن ده اي حق او فرشده ان هند صابري هي ملك الملك زرزور من الاول خالص او استخدام الاداية والدين عشان يبين لك قديةهم ومنافقين او ناس ما عندهمش مبدأ زي مثلا لما ام هند صابري ماتت الملك زرزور راحل عزة وقال لها حديث نبوي فالدين وعاء او مظهر خارجي بيستخدموه عشان يريحوا ضمرهم وهم اصلا في الحقيقة منفقين وفسدة خدوا من الدين اللي يريحهم وسبوا الباقي الاهواءهم ده خير بقى اول دخول الملك زرزور والكاميرا كده جايباة من وراه في مشهد ايكوني بيحسسك بالتراكب والخوف كمشاهد وبيعرفك ان الرجل دمس زي اي بلطجي شفته بالغاية دلوقتي في الفيلم وانه هيغير كل حاجة او قعدت هند صابري على الكرسي وهي حطة رجل على رجل بعد ما عارضت الزواج على الملك زرزور نفسه قعدت الباتشينو في فيلم جاد فاثر وهو خلاص بيستلم امور العيلة بتاعته والكل ركع قدامه وهو كبير العيلة بيمشي الناس اللي حواليه تحت طوعه او حتى النهاية العبقرية الصادمة وابراهيم بيموت بابشع طريقة ممكنة جسمه كله متقطع ومحروف بالمناسبة الساقة مستعنش بدو بلير في المشهد ده الساقة عامل زي طوم كروس كده في حوار الستانتس المجازفات هو اللي بيقوم بيها بنفسه وده بيبين لك قد ين الممثل ده بارع وبيضحي بكتير عشان يقوم بالدور بتاعه حلو او يطلع صح ممثل عظيم فعلا رغم ان عندي مشاكل معها بسبب ادواره دلوقتي المهم النهاية كانت مقصودة انها هتبان صادمة وعنيفة وتقري في المشاهد عشان تنهي الملحمة من ان البطل بيتخام من اعز صحابه وبيتغدر بيه وسط كل الضرب والدم ده بيفضل واقف وصامد للنهاية بيشيل حبيبته وهو غرقان في دمه وبيموت معها وهو بعيد وحيد في عالم مليان قصوى نهاية ليق لبطل شعبي من بيئة بطلها لوحيد مجرب بلتجي كل ده ظهر من خلال عدسة العبقري المخرج مروان حامل اللي قادر يصنع تحفة فنية باقل التكاليف باستخدام كاميرته وممثلين عتولة قادر يوظفهم صح حابي بعمل شاوت اوت لقناة اسلام عاكف واحد من المراجعين اللي بتابعهم متأخر راجل عظمة حلل الفيلم ده بالكامل وشرحوا بشكل احسن مني مليون مرة يا اخوانا بعايز اعمله شاوت اوت او اديله كريدس لان في حاجات كتير او في الفيلم مافهمتهاش وهو فهمها لي تعالى بقى نتكلم عن قصة واخراج عبد وموتا اخراج الفيلم كده كان متصور اكنه معمول بكاميرا نوكيا ان 73 اللي كانت مع ابويا زمان دي فيلم اغلبه في الظلمة معمول بشكل وحش جدا ملامح الابطال مش باينة جودة الفيلم خرى حرفيا اول ما تخش تعرف ان الفيلم ده رخيص وان اغلب التصوير حصل في استوديو بيفتقر للواقعية حتى كده مفيش لعبة بالكاميرات عشان احس ان الفيلم حلو رغم ميزانيته القليلة فهو نفسي ميزانية ابراهيم اللبيض بس يشتان ما بين اخراج ده واخراج ده لأ المخرج كده بيقولك من اول مشهد ان ده فيلم رخيص وعلى قد لحفك مد رجليك المفوض نحمد ربنا ونبوس ايدينا وشه وظهر انه صور الفيلم ده اصلا فيلم حرفية معتمد اعتماد كامل على الجنس الجنس دايما بيبيع والسبكي عارف ده كويس فاستغل الجنس اسوأ استغلال الجنس مش موجود في القصة عشان يخدم الحبكة لأ ده موجود عشان بيع التزاكر جنسة حرفيا طول الوقت عشان صنعي العمل فاكرين اننا شايلينه على كتافنا اول مشهد في الفيلم مشهد جنسي ما بين محمد رمضان وبنته كنبارس جنس ما بين سيد رجب ودينا جنس ما بين اخت عبدو موتا وممثل تاني مش فكر اسمه اصلا ادي له بقى معلم كمان حتة اجراض كده واخت عبدو موتا بتوقف على السرير وبتنط على الارض في مشهد مضحك جدا وريب من مشهد ميرفت امين لما كي بتحاول تجد ابنها في فيلم الحفيد طبعا في القصة صاحب عبدو موتا بيخونه وبيبيعوا زي ما حصل بالزبط مع عشري وابراهيم اللابيض اللي هو وصل بيهم البجاحة انهم يسروا حبكة ابراهيم اللابيض عادي كده لكننا مش هناخد بالنا عبدو موتا بيتعدم في النهاية وبيسلم نفسه للحكومة بعد ما قتل سيد رجب ما تعرفش ليه هو سلم نفسه اصلا من الاول فهو باين اندبلطجي قلبه ميت مش فارق معا حد وبيتاجر في المخدرات وحرامي بس غالبا كده لما شاف صاحبه بيخونه لا عينه اليمين بتعيط لوحدها وضميره صحي عبدو موتا يقتل اه يخون لا اسحل الكلام فيلم فاضي مش معقد اداة الوحيدة هي الجنس والبلطجة تخيل لما تخلي البلطجة عمود الفيلم بتروج لها والناس بتخش الفيلم عشان تلمع في دور البلطجي البلطجة حاجة حلوة وروشة ولازم يقتضوا بيها مش مجرد جانب من القصة وفيه جوانب تانية كتير او طبقات مؤقدة للحياة دي او حتى انها يكسلت بيئة المنحطة اللي بيتولد فيها الانسان لأ البلطجة هي محور الاحداث الحاجة اللي بيروجولها من الاول فيلم بيفتكر بشكل كبير للامانة والمصداقية اخر حاجة حابة بتكلم عنها يا اخواننا هي الموسيقى دي موسيقى ابراهيم اللابيض موسيقى من الملحن اللي انا بحبه جدا هشام نازيه نفس الملحن اللي عمل موسيقى فيلم الفيل اللازرق وعمل كمان موسيقى مسلسل مون نايت المسلسل بتاع مارفل ودي بقى يا معلم موسيقى عبدو موتا اعتقد مش محتاجة كلام يعني فيه فرق كبير ما بين اغاني ده واغاني ده وانت ودنك هي اللي بتسمع وبتحكم وانت في الاول وفي الاخر حر وانا بعتبر ان دي ازواق في ناس بتحب الاغاني الشعبية وفي ناس لا بس كده يا معلم خلصت حلقتنا على كده اتمنى تكون الحلقة على عجبتكم عرفتوا الفرق ما بين ابراهيم اللابياد وعبدو موتا من وجهة نظري لو غلطت في حاجة ياريت تعدلي في الكومنتات الفيديو ده يا اخواننا تعبتي فيه بصراحة جامد فأتمنى تدعموه بلايك لو عجبكم يعني اتفرجوا عليه للاخر عجبكم اعملوا لايك معجبكمش متعملوش لايك ومتعملوش دس لايك انت فاهم؟ اكتبوا كومنت قولوا معجبناش زودوا الكومنتات زودوا ريتش التفاعل حبوني وعملولي فلو على الانستا هتلاقوا اللينك في وصف الفيديو وبس كده بيس